السلام عليكم خوتي وخوتيتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلادي في الفيديو السابق يعني ما كنت شاركت معكم كامل أشقال الرئيس عبد المجد تابون في اجتماع لقائه مع ممثلي الصحافة لكن الآن عدنا يعني بقية ما تحدث عنه وصراحة موضوع موضوع هامل الغاية مثلا رئيس عبد المجد تابون رحمعه لدير شركة تنافس وسطة تفوق على شركة المراعي للألبانتا السعودية هذا الشركة خوتي رح تكون يعني ليس للجزائر وحدها رح تكون يعني بالشاركة مع قطر وضعنا عرفوا هذه الشركة والتفاصيل التحى في الأخبار أيضا يعني الأحرار تلك الشعب المغربي يخرجوا في احتجاجات ضخمة ضد تطبيع ملكيهم محمد السادس مع الكيان الصهيوني أيضا في الأخبار رئيس عبد المجد تابون يعد بإدخال فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة أيضا رئيس عبد المجد تابون يتحدث عن الاتهامات له تطال الجزائر حول أطماع الجزائر في النيجر وفي مالي والرد كان كافيا وبهذا الخصوص يتحدث الرئيس عبد المجد تابون حول الهجمات تعال عدوان الثلاثي والثلاثي الشر على الجزائر وظهر تعرفوها تعرفوهم بالدولة خوتي أيضا يبدو أن إسرائيل ليس حابة تسمع الكلام خوتي ليس حابة تسمع للمنطق لأن إطلاق النار مازال متوقفش مازالنا نشوفه يعني إخواننا الفلسطينيين يتعرضوا للقصف كل يوم ومؤخرا تم إرسال إليهم هذه الورقة من الكيان يعني للشعب الفلسطيني اللي حولهم هذه الورقة من الطيارة بالأخبار أيضا وهذا الموضوع مفهمش كيفه يعني راطيته في فيديو سابق كنت شاركت معكم هذا الفيديو لكن متولتش لهذا الموضوع رئيس عدل مجد تابون يعطي فرصة أخرى للمروكة باش تنضم لإنتحاد المغاربي يعني هنا خوتي تظهر واحد الحكمة دبلوماسية رائعة وكبيرة جدا للرئيس عدل مجد تابون الأمر اللي خليني نشوف الرئيس عدل مجد تابون بمنظور فيه أكثر احتراما قبل ما نبدأ في التفاصيل خوتي أرجوكم تدعمونا بالضغط على زل إعجاب اشتركونا خوتي في القناة تفعلوا الجرس كل هذه الأمور حتدعمنا تصدق الحاملة سينيال الآن خوتي قبل ما نبدأ أعوضكم بزيف منكم يقولوا لا لي فتح الحدود وكان تابون يفتح الحدود وحنا يا ودير خيروحك واحد ما قال لك نفتح الحدود هنا الرئيس عدل مجد تابون خاطب وقال باللي احنا رأنا معاورين نديره كيانا فيه تاكلت والاقتصادي ضم الدول المغاربية وكيانا واحدة الدولة مش رح تدخل واهدار عليها وهي المروك يعني يقلهم في هذا التاكلت والحنا رأنا في الجزائر تونس ليبيا وموريطانيا سمحوا لي خوتي موريطانيا لكن المثل الاهتمام خوتي هو أن الرئيس عبد المجد تابون ترك الباب مفتوحا لتوبة المروك مستقبلا في حال أرادت الانضمام للتاكل المغاربي الجديد في شمال إفريقيا وشوفوا وش قال يعني بلا ما نعود نشارك معكم في الفيديو وقالهم لا يوجد عمل مغاربي مشترك لذا قررنا عقد لقاءة مغاربية دون إقصاء أي طرف والباب مفتوح للجميع يعني ذلك احنا رأنا معاورين نديروا هذا الاتحاد المغاربي على الرئيس عبد المجد تابون أعلن هذا الأمر خاطئ لتدار حركة ذكية ونقولكم عليه الآن الجزائر هي اللي عنت أنها راي معاورة دي الاتحاد المغاربي وكل الدول راي مرحب بها باش تدخل في هذا التكتل وعلى بينهم رايح يكونوا هناك فوائي الضخمة المروك إذا ما حبتش تجي راي تراطي بزيف ولكن منظر نشاهد ديرها لأنه زعم الملك التحهم هذك محمد السادس دار نفس الشيء زعمه لعرضه يقول يلا للجزائر يلا نتصالحه وزعمه خل الأمر مطروك عليه الجزائر إذا ما حبش الجزائر تتصالح يعني هي لا يحب العلاقات تكون سيئة أما رأى الرئيس تابون ضربه بسلاحه قالهم يلا هرانا درنا الاتحاد المغاربي اللي راح يدخل مرحبا به من بينهم حتى المروك وشوفوش قاله الباب مفتوح دائما أمام جيراننا في الغرب يعني حتى المروك تقدر تدخل لكنهم يختاروا جهات أخرى وهم أحرار يختاروا جهات أخرى يعني يحبوا يكونوا أصدقاء مع الكيان وهم أحرار في ذلك وشوفوش الزيت قال اتفقنا مع تونس ليبيا للعمل معا لخلق كيان مغاربي مشترك وأيضا مريطان غيري داخل في هذا الموضوع الآن خوتي بيناتنا وبين المروك صح توترات ضخمة والمروك تعمل مع الكيان وكل هذ أمور لكن ما تنساوش خوتي احنا يرانا دائرين اتفاقات اقتصادية مع دولة كانت بالنسبة لنا أسوأ من المروك مليار مرة فرنسا خوتي كتلتنا 5.8 مليون شهيد لذي عمركم ما تنساوها خوتي وذلك احنا نسيناها صحي ورانا نتعامل مع فرنسا كليما در تناويله المروك عليها هي اللي كتلتنا 5 مليون شهيد خوتي صح المروك الآن رأي مطبع مع الكيان الصهيوني ورأي زابلتها كحلة وضكها لا لا ما تعاوش ترجع العلاقات لكن إذا قرر رئيس عدميجي التابون يدير هذا التكتل الاقتصادي وفجأة المغرب حبت تدخل غير ما كانت تتخلع خوتي لأنه جيوبنا أهم الوضع الاقتصادي للبلد خوتي هو البريوريتي تعى رئيس عدميجي التابون تعى الحكومة الجزائرية الآن لأنه لوقت طويل حتى هذا النزاع خوتي اللي كنت تشوفوه اللي رهبين وبين المروك والله العظيم غير سبابه فرنسا والدول الغربية وعمرهم ما كانوا حابين نكونوا مريقلين معه بعض الآن أخوتي ماش نعود لكم مليار مرة ماش نديكم هنا خيطة باش نقولكم يالله نعود ونجعوا صحاب مع المروك أبداً باللعكس يعني الأمور ما يشتبشر الآن باللعلاقات بين جزائر والمروك حتى ترجع خصوصاً مع تطبيعهم وازدت سمعت مؤخران يقوموا بإرسال بعض من المرتزقة لإسرائيل ماش عافية اللي هي صح ولا لا لا لكن كل شيء ممكن في السياسة هاي لك السعودية والإيران كانوا بناتهم واحدة العادة وتشبه للتعالجزائر ومش اسمها المروك وذلك هام لك تفاهمورها مع بعض البريكسون بيخدموا مع بعض كلمة كينش يكزيستيوالو نحن الجزائريين دمنا سخون وإذا غلطنا معنا واحد نشده هالو طول حياتنا وأحياناً حتى مستعدين نتنازلوا على مصالحنا باش فقط الغل والبغض هذك يقعد لأنه نحن ما نساويش الأمور الشرية اللي يدارونا في نفس الوقت ما نساويش الناس اللي يدي فينا الخير والدول اللي يدي فينا الخير هذي ثاني ما نساويش وهذا أمر جيد في نفس الوقت أمر سلبي للأسف الشديد قوتي أنا نهتر معكم بمنظور فلسفية ماش نقولكم لازم ولازم ولازم لازم لأنه أنا ماني سياسي ماني وزير وكلام بتاعي مرح غير والو لكن الكوره التاعنا للشعب المروكي صراحة مبالغ فيه بزاف عندك الحق تكره الملك الخامج التحهم هذك حتى بنو نكره وتكره ثاني كم خازنية ليعبد الملك وأنه هذو ما عندك شعله تكره ولكن هذوك لي عائل وشرف الجزائر والجزائريين هذوك لا علينا وكانت جيد تشوفوا حتى المغاربة عندهم الأحرار سمعك على البالي بريح تبلع لي في الفيديو أخوتي ولكن خلينا نحب نكون حيادي في المواضيع التوعية في الأخبار يعني باش منكنوش سانطين واذا بي نختلفوا شوي في الآلاء صراحة لأنه هكذا نتطوره أخوتي أهنا في هذا الفيديو رح نشوف معي الآن احتجاجاته للمتظاهرين في المغاربة ضد التطبيع في مدينة أكادير يرفعونا شعارات المطبع أسمع أسمع المتظاهرين في المغاربة ضد التطبيع في مدينة أكادير المتظاهرين في المغاربة ضد التطبيع يعني رمضا غضبانين حتى هم ما ومش موافقين على هذا التطبيع الآن أخوتي يلا أحبطوا كريتيكي هنا في التعليقات شكرا بدون سب الله يحفظكم كونوا فقط طاها كم ثقفين شوي اخ خطط الرئيس حبد المجيد تابون للوصول للربعمية مليار دولار مش هتكون سهلة يعني مش هتكون معبدة بالأزهار أحيانا لازم لك تدير قرارات صعيبة لهذا خير هو بشيكون رئيس لأنه تخيز عما نجيبه واحد هكذا يحب يكون رئيس ويكره المروك الدولة اللي تغلطة معي يكتع مع العلاقات الإمارات يكتع مع العلاقات فرنسا يكتع مع العلاقات إسبانيا يكتع مع العلاقات الآن الرئيس عبد المجيد تابون كما قلنا لكم راه دير خطة ضوكس راه قيلها وفاتها درها الناس راح تحاسبوا بها وعلى باله بهذا الأمر الخوتي هدف الوصول للربعمية مليار دولار سنة ٢٠٦ كيف هي دير خوتي؟ أعلن عن استثمارات ضخمة من بينها شركة جزائرية بشراكة مع قطر قادر حتى تغلب شركة المراعي السعودية وقعت عرفوا هذه شركة المراعي السعودية يا خوتي رئيس تابون أعلن وقال نحن على وشكل انتفاق مع شركة عربي بين قوصين قطر طبعا لإنشاء مزرعة قوامها مئة ألف رأس تابقر مئة ألف رأس الله بارك بولاية أضرار وستمكن الجزائر من إنتاج غبرة الحليب لنتوقف عن استيرادها فالحقيقة خوتي هذا الشركة ما هيش راح تدير لك فقط إنتاج غبرة الحديد يا حصراح راح توفر لك مناصب الشغل ورح أيضا توفر لك العديد من المنتجات الأخرى بك نعطي لكم فقط يعني نقارنوها مع شركة المراعي السعودية لكي تعرفوا الفرق هايليك شركة الألبان تعال المراعي السعودية قال لك هي على الأرجح أكبر مزرعة ألبان في العالم رأيس تابقو نعلن بل راح يدير مئة ألف رأس تضموا مزرعة الألبان السعودية وعندهم أيضا المراعي تضموا مزرعة الألبان السعودية العملاقة التي تحمل الإسم الرائع المراعي ما لا يقلوا عن ثلاثة وتسعين ألف وسبعمية وحداش بقرة يعني الشركة الأربعاء والديرها الرئيس عدد المجد تابون فيها عدد أبقار أكثر بستة الاف وثلاثمائة بقرة الله يبارك ولكن أستنى يا أخوتي يعني هذا الأمر ليس سيكون سهل قال لك وش تدير هذه الشركة؟ توفر مناصب شغل لألفين وسبعمية وخمسين عامل ووزعها على مناطق الوطنة يعني يا أخوتي الشركة هذه ، فكن زعما جونا كومبريةها مع الألبانة بداخل شركة أنمراعي السعودية تبلغ مليار حتى الـ 2 مليار دولار في العام و لكن تنم قد تقول لي زوج الملاير مليار بزيف لا اخوتي العكس زوج الملاير بزيف بل بزيف و نعم تلحقك الـ 400 مليار دولار قد تدولين، سكيف هي هذه مية لوجيكة 400 مليار ناقص زوج توالي 398 لا خاطئ الحاجة اللي تخليها تلحك هي أنه توفر مناصب الشغل وهذاك الزوج ملاقي اللي حكينا لكم هذاك الناتج الصافي خلاص تعالنا خلصنا الخدامين يعني كمية الأموال اللي رح تنتجها شركة المراعي توصل حتى لربعة مليار دولار بالإضافة لهذا الشركة اللي مش عرف عليهم سمين هذا اللوغو ربما رح تكون تسمى ببلدنا هناك أيضا مشروع ضخم في مجال الفلاحة الجزائرية وسمعوش قال عليها الرئيس تابون نحن اليوم مع شريك عربي محترم ونتعاملوا معهم رنالوشك بالاتفاق باش ندير مزرع عن تعمية ألف اكتار في نديرها فيها ضرار مية ألف اكتار مية ألف اكتار حاوتي أرض كبير للغاية باش نبدأ لأول مرة نحاول ننتج الغبرة نتاع الحالي بعدنا مش ما ما هوش قدر المحتومة باش نستورد ننتج تاعي ما نعرف كيفاش ندير نستنجد بالأشيقة ونستنجد بالناس اللي يعرفوه خلاص قطر عندها معرفة فيها الضومة أخوتي أيضا بخصوص قطر قطر دولة صديقة نتمنى ما تطبعش الآن خلينا نروح نشوفه وشق الرئيس عبد المجيد تابون عن الهاجمات تعل عدوان ثلاثة ضد الجزائر رأى البعض الآخر تحدث عن مغادرة وشيكة للرئيس تابون للسلطة كيف تعلقون على هذا الأمر وش نعلق في قلوبهم مراد فزادهم الله مرادة والله يزيدهم مرادة على مراد وخلاص أمين أمر هذي أنا كنت سبق لي وقلتها يعني الثلاثة بين فيه تنسيق فيه طبعا كيد فيه تنسيق فيه تنسيق أكيد فيه تنسيق وكانت هذية أخو معافيش كنت ثلاثة خاتي عندك إسرائيل وعندك الإمارات وعندك المروح البداية وما زال كان يقول لالا فرنسا المروك وإمارات لكن لا أظن فرنسا إسرائيل إمارات والمروك يوصلوا في زعزعات استقرار البلاد وبإشاعات وكذا ولكن ما يفهموش درس بيعطوهم الجزائريين والجزائريات الجزائريين والجزائريات يمشوا بضميرهم وبحبهم المخلص لوطنهم فقط لا تؤثر فيهم لا إشاعات ولا دعاية وبالأخص لما يعرف من جيد إشاعات ومن جيد دعاية أكيد أقول لك أنها بالنسبة للناس هذا طبيعي شي طبيعي عنا مات الشعبي يقول يحب يزعزعك ويكرهك وما قدر لكش يتمنى بالأقل يشوف عليكم من نمشين بالأقل وما دائما يسي يدير كما هاك وكنا شاركنا معاكم مواضيع تحصص صحافة تحهم كيف هزا عما بدأت تهاجم رئيس تابون أيضا كانت هناك حتى اتهامات من هذا الثلاثي العدوان الثلاثي على الجزائر باش يكرهوا الدول الساحل والإفريقية في الجزائر عاد يقولونها أسمع رضي بكم جزائرهم عاولة تحتلكم لكن رئيس عبد المجيد تابون غير بالعقل فكرهم قالهم بل الجزائر ماش دولة استعمارية ولم تكون أبدا وليس لها أي أطماع في مالي والنيجر مبعد هنا خاصة مالي تتفكر والنيجر أيضا تتفكر شكون ليمنع الطائرات الفرنسية المقاتلات الفرنسية من الدخول لأراضيها دولة الجزائر أيضا الجزائر ساعدت بشكل كبير في منع التطرف والإرهال في مالي فمثلا رئيس تابون قال الجزائر كانت متطرفة في الدفاع عن وحدة مالي وعن وحدة الشعب المالي الشقيق لدرجة خوتي أنه كانت زعفانة حتى من روسيا نعم خوتي الجزائر كانت زعفانة من روسيا بسبب تدخل قوات فاغنر لمالي وما كانتش حابة الأمر جزائر ماذا بيها لا يحدث أي تدخل أجنبي في مالي مهما كان حتى إذا كانت روسيا يعني أعز صديق للجزائر حتى أن تيوم ممنوع تدخل يمشي ولكن أنه اللي قرروا زعفانة مالي والنيجر فمثلا رئيس تابون قالهم مالي والنيجر قررا حلا مشاكلهما من دون الجزائر شوفوا شغل مع التالي ولا هما ذلك يعني رغم أحرار في ذلك إذا احتاجونا يعيطونا حابوا يحلوا بمشاكلنا براوحتهم نحن نخرج ونجبدوا روحتنا يسيد نحن أصلا بذبين تكسر راس القليل أخي حانا في الأخبار خلاتي نشارك معكم هذا الفيديو التالي الرئيس عبد المجيد تابون يحلف ويكتف قلهم مدام دخلنا فلسطين كعضو ملاحظ للأمم المتحدة حانا لدخلناها ونعيدكم بأننا راح ندخلوها كعضو كامل في الأمم المتحدة وبلا منحوا الإسلحة راح تدخل تدخل كعضو ملاحظ للأمم المتحدة وليو محتلن ويحصلت لذلك كعضو ملاحظ للأمم المتحدة ويحصلت لك فالسطين تكون عضو دائم في الأمم المتحدة ومن تركش ميدان المعركة حتى نصل للنتيجة هذه إن شاء الله إن شاء الله نحب وكاريها مكارا نحن هذا ما بدأنا بغض النظر على فلسطين تدخل كعضو كامل في الأمم المتحدة نحن دخلناها كعضو ملاحظ جاء الوقت اليوم باش ندخلوها كعضو كامل إن شاء الله بربي طبعا هذا راح يكون عنده فوئة كبيرة عضو كامل يعني تولي فلسطين تقدر تدخل على روحها في الأمم المتحدة لا تسنسيش الدول اللي تدخل عليها كما راضوك الآن فتوما خاوتي يشارككم في هذا الموضوع تخبرونا لكم في التعليقات كما راكم تشوفوا خاوتي راني شاركنا معكم أبرز عناوين أخبار اليوم نتمنى يكون أعجبكم هذا الفيديو ونشكركم جزيلا شكرا على المشاهدة خاوتي شاركنا معاكم زوج فيديوهات لأنه صراحة نحظنا بلي وربما في الأيام الأخيرة رمضان مشي بزيف فكا جزائريين وقاعدين يتفرجوا في اليوتيوب الناس راح عندهم بزيف أشغال الناس راح توجد للعيد من ذلك نقص نبصة إذا حبيتنا نزيد في عدد الفيديوهات خاوتي أرجوكم ولئنا في التعليقات المهم شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء